رسومة فنية تعدت جمال الخطوط والأشكال والألوان لتكون رسائل توعية تحمل مضامين لقضايا هامة منها مدى خطور تزويج الفتاة في السن المبكرة والتي جسدها شباب ويفعون على جدار ثانوية الشهيد الطيار محمد محسن رية المهنية النسوية في منطقة النب كبير في دمشق ضمن مشروع بعض نصغار والذي أطلقته مؤسسة موج التنموية بالتعاون مع وزارة التربية لوحات فيها كتير تعبير وفيها كتير دروس بدها شوية شرح لحتى العالم تفهمها بس كلها بتركز على موضوع انه تكون العائلة مبنية بشكل صحيح التربية مضبوطة والبنة تهتم بمستقبلها العلمي وبيتكون عنصر منتج بالمجتمع في عنا مشكلة التزويج المبكر في القرى والبلدات الصغيرة وهي الفكرة نحن نقول التزويج لأنه نحن دائما عندنا مشكلة أنه الأهالي هنا بفرضوا على أطفالهم أمور أكبر منهم ومفترض أنه نحن نعطيهم وقتهم نعطيهم خياراتهم نعطيهم حقهم في هذا الموضوع المبادرة هي عبارة عن التزويج المبكر وعن مخاطر هذه الفكرة وحاليا هي طبعا نحن الدولة دعم بهذا الموضوع بخصوص القانون لحوال المدينة الطلع جديد وهو محارف فكرة التزويج المبكر من خلال المواد وهي الفكرة مسندة لهذا الشيء الطلع من إدارتنا المشروع ضم مجموعة لوحات عن الزواج المبكر طبقت على جدار الثانوية بطول 150 مترا وذي مشاركة أكثر من 30 فنانا اللوحة تباعي بتحكي عن قصة حياة بنت من طفولة للشباب وكيف حققت أحلامها وتدرجت هيك لحتى حققت ذاتها وبالنهاية تزوجت لأنه كانت يعني مشت كل مرحلة بمرحلتها وما حرقت مراحل حياتها حبيت شارك بهذه الفعالية حتى نوصل رسالة لبعض الناس عن التزويج المبكر يعني هاي طريقة جديدة لنوصل فكرة للعالم أنه الشيء غلط المشروع له ست شهور الجدارية هي ختام هذا المشروع المشروع كان من خلال تدريب يافعين ويافعات 65 يافع ويافعة بالبداية من مدينة النبل على موضوع المسرح التفاعلي مشروع بعض مصغر الذي يهتم بقضية الزواج المبكر ولد منذ ستة أشهر واستخدم الفن كأداة لإيصال رسالة مجتمعية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس